كما تعلمون صيدال الآن راحت في مجال جديد هو بليو تكنولوجي من بينهم أول هو اللقاح والثاني مشروع اللي حيكون هنا في قسنطينا هو مشروع على دواء الأنكولوجي تاع الورم تاع الكنسير المشروع في الإنجاز ممكن من هون إن شاء الله من العمل من سنة إن شاء الله يكون نستلموه ويكون الإنتاج هنا في قسنطينا مثلا قسنطينا الثرواء في قسنطينا عندنا قسنطينا أين انتع اللقاح قسنطينا دو جنب هذا في السيغو السيولة وقسنطينا الثرواء هيكون انتع البروديو أنكولوجي